مسارعة الدول إلى وضع خطط عاجلة لإجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان وبدء بعضها بهذه العمليات قد ينذر بالأسوأ فتكثيف الخطوات لتنفيذ الإجلاء رفع منسوب المخاوف من استمرار التصعيد لا بل عودته بشكل أخطر بعد انتهاء هدنة العيد الهشة التي أنهت يومها الثاني على وقع مواصلة الاشتباكات كما أن كل المؤشرات توحي بأن المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي أنهت أسبوعها الأول ستطول وسط قلق من توسعها وتمددها إلى مدن وفصائل مسلحة أخرى وبالتالي إلى حرب أهلية ماذا تعني الخطوات المتسارعة لإجلاء البعثات الدبلوماسية ورعاية دول من السودان وهل هو استعداد لاحتدام المعارك أم مجرد الاستفادة من هدوء المعارك نسبيا خلال الهدنة وهل يكون السودان أمام حرب أهلية طويلة معنا الآن من باريس المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصباط معنا من الخرطوم الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم كما ينضم إلينا من الرياض الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري مرحبا بالجميع دكتور الرشيد في الخرطوم مساء الخير كل عام وأنت بخير دعني أبدأ معك حتى نفهم حقيقة بعض ما يجري على الأرض يعني الطرفي أو طرفاء الصراع يوافقان على الهدنة هذه الهدنة أعتقد الرابعة الآن التي نشهدها والتي انهارت لكل الأسباب العملية الطرفان يوافقان الطرفان يعيدان بالمساعدة على إجلاء الرعاية وعلى فتح المطارات وكل هذه الأمور ولكن على الأرض الهدنة تنهار والاشتباكات مستمرة كيف نفهم هذا التضارب بين المواقف اللفظية والمواقف في الميدان نعم مرحبا بك شكرا على الاستضافة وكل عام وأنت بخير والتحية لضيوفك الكرام واضح جدا ويمكن لو سمحت لي أن يكون مدخلي إلى فهم الواقع العسكري والواقع السياسي هو تحليل مضمون خطابي الفريق أولى البرهان وكذلك خطاب الفريق حميرتي بحيث أنه بمثل ما يشبه يعني هناك تبادل لإطلاق النار والآن هناك تبادل أيضا للخطاب والخطاب المضاد معركة نارية على الأرض ومعركة كلامية أيضا على وصائل التواصل واضح أن الفريق البرهان عندما تحدث هو تحدث عن أفصح عن موقعه والذي يتحدث منه هو القيادة العامة في حين أن حميرتي لم يفصح عن مكانه ولهذا قيمته العملياتية في الميدان واضح أيضا من تحليل مضمون خطاب الطرفين أن الفريق البرهان لم يتحدث عن أشياء شخصية في حميرتي أو وعود بالتهديد بعكس النبرة التهديدية عند حميرتي وهذه لها تفسير أيضا ربما سلوك الرجلين يعكس لا لكن هناك جانب شخصي دكتور الرشيد عندما يصف الفريق البرهان القوات الدعم السريع بأنها قوات متمردة يعني هو يشير إلى قائدها بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا لا ولكن الوصف عندما تصف الغوة يختلف عندما تصف شخص الشخص دائما تستهدف الشخصي ولا تتكلم عن المؤسسة هذا هو الفرغ الذي غصط وهذا ربما يفسر الوضع الميداني لقوات الدعم السريع التي تم ضربها تم تشتيتها الآن هي تحتمي بالمواطنين في الأحياء عكس أدى قوات الجيش التي متركزة ومتمركزة في مواقعها التي أفصح عنها البرهان أيضا هناك مفارقات قريبة ربما تصهر حالة الاضطراب السياسي يعني كيف للشعب السوداني أن ينسى أن حميرتي هو نتاج لنظام الإنقاذ الإخواني وبالتالي هو يتهم البرهان بموالاة الإخوان هذه أيضا ربما مفارقة قد يستغرب لها الناس يبدو أن قوات الدعم السريع لها مشروع سياسي وهي قوات لكل حكومة كما كانت مع البشير كانت في الفترة الانتقالية ولكن يبدو أنها لها طموحات أيضا الحديث حول أن قضية الدمشي القصة التي قسم الظهر البعير وهي التي امتحنت قدرة الطرفين على هذه غضية الهدنة أنا في تقديري ليس فيها جديد يعني ذكرنا في أكثر من تحليل بأن ليس هناك يعني ظروف مهيئة لأن المعركة لم تحصل فيها غلبة بالصورة الواضحة الفغدان قوات الدعم السريع للسيطرة تجبرها واحتماعها بالأحياء والمواطنين هذه قضايا يعني واضحة التداول فيها كسيف يعني الدور السالب للمجتمع الدولي الذي يكتفي يعني بالتصريحات وبالتوجيهات والرجاءات يعني والهنة تحتاج إلى نعم ولكن الدكتور رشيد حقيقة لا أحد يعرف تماما تحديدا ما الذي يجري في الميدان لأنه واضح أنه يعني أي من الطرفين لم يستطع حتى الآن على الأقل تحقيق نصر صريع أو حسم الأمور ولا يبدو أن هناك مؤشرات على أن أي من الطرفين قادر على ذلك في الأيام القليلة القادمة وبالتالي غياب المعلومات الواضحة عما يجري في الميدان يحدث كل هذا الإرباك لدى الكثيرين أستاذ محمد الأصباط في باريس مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش أود أن أسمع رأيك فيما يجري خاصة وأنه كما أشارنا بسألة الحسم غير واضحة غير ممكنة يقول البعض في الأيام القليلة القادمة وبالتالي الأمور لا تزال مائعة الآن عمليات إجلاء الأجانب بدأت بالفعل هل هذا يؤشر إلى المرحلة القادمة التي ستشهد ربما مزيد من التصعيد مساء الخير التحية لك والتحية لضيوفك والمشاهدين صحيح ما ذكرته لجوء الدول بما في ذلك الدول ذات الأسر والدول التي تربطها علاقات وسيغة مع الرجلين والدول الكبرى لجوءها إلى الإجلاء هذا يؤكد أن لا مؤشرات لحل تفاوضي ولا مؤشرات أيضا لحسم ميداني لأنه إذا كان هناك أي مؤشرات لحسم ميداني أو اقتراب الحسم الميداني لما لجأت دول مثل السعودية مثلا هي على بعد مرمى حجر من السودان أن تسحب دبلوماسيها ومواطنيها دولة مثل الكويت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تعد الآن لإجلاء رعاياها وكذلك فرنسا وبريطانيا وإسبانيا هذه المؤشرات كلها تدل على أن بدأ واضحا بالنسبة للدول التي تتواصل مع قائدي الحرب في الخرطوم قائد الإنقلاب عبد الفتاح البرخان ونائبه قائد مليشيا الدعم السريع أنهما لمسا أن الريولين لا يرغبان في الوصول إلى تسوية تفاوضية وفي نفس الوقت يبدو أن غراءاتهم أو تحليلهم أوصلهم إلى أن ليس هناك حسم غريب على المستوى الزماني وبالتالي لا يريدون أن يخاطروا بحياة مواطنهم فيما يتعلق بالهدنة طبعا كما هو معروف أي هدنة لأسباب إنسانية عادة تكون تخضع لآليات للتحق من هذه الهدنة هذه الآليات بالتأكيد في ظروف مثل ظروف السودان يشرف عليها ممثل الخاصة من العالم المتحدة والمنظمات الأمم المتحدة التي لديها معرفة ودراية ودربة في عمليات السلام بالإضافة إلى المنظمات الأهلية الوطنية مثل الشهر الأحمر والنغابات بالإضافة إلى الصحافة لأن المراقبة الأول والمحققة الأول والشاهد الأول شاهد على العصر هو الإعلام وبما أن هذه الهدنة التي توفر فيها هذه الآلية بالإضافة إلى وجود خرائط تحدد مسار لنغل المواد الغذائية مسار لنغل المصابين مسار لنغل الأدوية مسار للإجلاء مسار للمواطنين مسار للمواد الغذائية ويكون هناك تحقق وإعداد تقارير عن أوضاع أو عن ما يجري في الميدان لا توجد هذه الآلية لم يبادل المسار لأنه يعلم جيدا أن أي من الطرفين لا يلتزم وبالتالي سيعرض الفريغ الذي يكلفه سيعرض حياته للخطر وبالتالي هي هدنة كلامية وليست هدنة عملية ليس هناك إرادة لدى الرجلين في الوصول إلى هدنة وذلك لسبب بسيط جدا لأن الرجلين حسب تاريخهما يعرفان لغة واحدة هي لغة الحرب وهي لغة القتل والرجلين طبعا أيادهما ملطخة بإدماء الأبرياء في دارفور والمتظاهرين والمحتصمين في الغيادة العامة وبالتالي هذا الأمر إذا قرأته مع تاريخ الرجلين تجد أنه هذا أمر طبيعي جدا وينسيم تماما مع تاريخ الرجلين الذين يعرفهم السودانين ويعرفهم كل مراقب لأوضاع السودان طيب البعض قرأ تصريحات الفريق البرهان اليوم على أن التصريحات فيها نبرة تصالحية سأعود لأسألك عنها الدكتور الرشيد بعد قليل ولكن قبل ذلك دعونا نرحب أيضا بالدكتور أحمد الشهري معنا من الرياض الباحث السياسي والاستراتيجي دكتور أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا وكل عام وأنت بخير المملكة سحبت أفراد بعثتها أعتقد الدبلوماسية من السودان عبر ميناء بورت سودان وهناك دول كثيرة الآن إما بدأت أو على وشك أن تبدأ عمليات الإجلاء هل هذا مؤشر على أن الأمور في طريقها إلى الأسوأ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكستاذ مهند وإلى ضيفيك الكريمين وإلى فريق قناة سكاي نيوز عربية وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير وأمنياتي ودعواتي للشعب السوداني العزيز بأن يرفع الله عنه هذه الغمة سؤالك الكريم السعودية لم تسحب بعثتها الدبلوماسية السفير لا زال موجود وأفراد السفارة موجودون ما تم سحبه هو مواطنون سعوديون وكذلك البعثة الدبلوماسية ما زالت في السودان نعم السفير موجود والسفارة موجودة ومن تم إجلاءهم هم المواطنون السعوديون وعائلاتهم وإضافة إلى عدد من مواطني الدول الشقيقة والعربية السؤال الثالي أو ما المحتأ إليه ليس بالضرورة أن هذا الإجلاء يعني أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود أو أن الأيام القادمة ستكون إلى طريق أصعب وإنما الإشكالية أن العاصمة هي الميدان لو كانت حرب حدودية أو حرب خارج الخرطوم لا بقي الناس لكن الإشكالية أن الخرطوم هو العاصمة وفيها الدبلوماسيين وفيها السفارات وأيضا فيها كثير من البعثات وكثيرا أيضا من المواطنون سواء كانوا للسياحة أو للتجارة أو لأي أعمال أخرى وبالتالي هو الإجلاء وقائي أكثر منه تحسبا لانفجار أو حرب أهلية واسعة نتمنى إن شاء الله أن الجهود الحديثة والصادقة من الدول العربية وخاصة للسعودية وشققتها دولة المارات العربية المتحدة وأيضا من جمهورية مصر العربية وكل الأصوات التي تسعى إلى إسكات هذه الأصوات الرصاص والذهاب إلى طاولة المفاوضات أنها تنجح إن شاء الله ويعود السودانيون إلى أمنهم وسلامهم الذين تمنعهم دائما طيب دكتور رشيد اليوم كان هناك تصريحات للفريق البرهان يقول فيها مما قاله يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة البعض اعتبر هذه تصريحات تحمل نبرة تفاؤلية نبرة تصالحية إذا جاز التعبير كيف نفسر هذا الموقف والأمور الميدانية ما زالت مائعة كما هي البعض فسر هذا الشيء بأنه ربما الفريق البرهان والقوات المسلحة أدركت أن مسألة الحسم الميداني لن تكون بالسهولة والسرعة التي افترضها البعض وبالتالي من هنا نجد هذه النبرة التصالحية ما رأيك في هذا الكلام نعم واضح أن خطاب البرهان هو كان موجه للمجتمع الدولي وربما المجتمع الإقليمي ولذلك جاء المحتوى السياسي فيه بصورة واضحة فيما يتعلق بتفهم القيادة السودانية لعمليات الإجلاء والتي هي إجراء روتيني كما يحدث وأنا اتفق مع وجهة نظر دكتور أحمد في تفسير هذا التحرك أيضا هو أشار إلى ضرورة التصالح مع المجتمع السوداني لأن هناك إيمان ومتفق عليه بأن العمل السياسي هو الذي يعقب الحرب وبالتالي فهو خيار محل إجماع وربما غصت هنا إرسال تطمينات للمجتمع السوداني وللقوى السياسية السودانية هل هذا يشمل الدعم السريع دكتور الرشيد يعني عندما يقول يجب أن نجلس جميعا كسودانيين لا أظن نعم جميعا كسودانيين أنا أعتقد أنه يقصد الغوة المدنية والغوة السياسية والسبعة الحمدية من هذا الحديث بدلالة أنه في لقاء سابق قبله قال لا حوار مع الدعم السريع إلا أن يستسلم أو يخرج كما أني لا أميل إلى ترجيح أن هناك خطأ للمؤسسة العسكرية هذه قضايا كبرى وقضايا مصيرية قضية إعلان يعني الدخول في مواجهات عسكرية غطعا لن يكون غرارا سهلا هو خضع لحسابات دقيقة جدا شملت كل شيء وبالتالي هنا الخطأ مثل الخطأ في اللغم يعني سيكون هو الأول والأخير ولذلك أنا أستبعد هذه الفرضية أنت تعتقد الدكتور الرشيد بأنه سيكون هناك حسم ميداني قريبا من لهجة وتصريحات الغوات المسلحة هي تعمل لذلك يعني وأستراتيجيتها التي هي تحرس تقدما ملحوظا على الأرض يعني الآن صدت كل الهجمات وأنا أتحدث وأنا في محيط الغيادة العامة أشاهد هجمات للدعم السريع على الغيادة العامة ولكنها لا تدخلها وترجع كذلك الكل شاهد انسحاب قوات الدعم السريع إلى خارج المدينة الخرطوم الكل شاهد لجوء قوات الدعم السريع إلى الاحتماء بالمواطنين في الأحياء إن لم تكن هذه هي مؤشرات هزيمة ونصر فكيف تكون المؤشرات طيب حتى لا نطيل على ضيوفنا الآخرين دكتور الرشيد بما أنك أشرت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة هل الجيش الآن يسيطر على القيادة العامة للقوات المسلحة بالكامل ماذا عن القصر الجمهوري وماذا عن مطار الخرطوم تحديدا باختصار نعم حسب معلوماتي أن الجيش مسيطر على القصر الجمهوري مسيطر على محيط الغيادة العامة هناك جيوب جوار القصر الجمهوري وجوار الغيادة العامة حديث البرهان أيضا أنه داخل الغيادة العامة لا ذلك ويؤكد هذه الفرضية اعترافه بأن هناك عدم سيطرة على جزء من مطار الخرطوم هذا أيضا يضلل على أن هناك صدقية في هذا المنحة فضلا على استكمالا لحديث السابق أن كل المؤشرات وموازين القوة هي تميل إلى القوات المسلحة ليس هناك مقارنة الأسلحة والمعدات التي تحدث الفرق وتحصم المعركة هي في يد الغوات المسلحة ونقوات الدعم السريع إنما هي قوات مساعدة للغوات المسلحة لا تملك آليات الاستغرار صحيح أنها يمكن أن تشكل صداعا ويمكن أن تحوز وقتا ولكن في المحصل النهاية ليس هناك مقارنة بكل موازين القوة التي يجمع عليها ويعرفها الجميع طيب أستاذ محمد الأصباط ما رأيك في هذا الكلام؟ مسألة الحسم قد تكون أقرب مما يتصور البعض لصالح القوات المسلحة ما رأيك؟ نظريا أن هذا الكلام يمكن أن يكون صحيح ووفقا لبيانات الجيش يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح ولكن المعطيات اليومية تؤكد أن هذا الكلام ليس صحيح أن هذه الحرب ليست حرب سهلة يمكن حسمها في يوم أو يومين يعني قبل يومين خرج علينا الناطق باسم الجيش وقال أن يبشر السمواطنين بأنه خلال يومين سينتهي من الدعم السريع وسوف يحسمهم وهذا كلام أثبتت الأيام عكسه تماما عندما تكون هناك معركة في المدن وفي الشوارع ولقوات أصلا غير نظامية كما هو معروف دائما الحروب الاستنزاف الخاسر الأكبر فيها هي القوات المنظمة وليس الغوات المهاجمة وعادة تاريخيا عندما تكون هناك حركات تمرد يصعب جدا حسم المأمر عسكريا كما أثبت التاريخ ذلك والتاريخ الغريب جدا الجيش الجمهور الأيرلندي مع الجيش الإنجليزي الجيش البريطاني الإمبراطوري التي لا تغيب عنها الشمس امتدت المعركة الأكثر من أربع عقود من الزمان ولم يكن لكم هناك حسم عسكري هذه الحروب لا يوجد فيها حسم عسكري هذا النوع من الحروب الحل الوحيد هو الجلوس إلى طاولة التفاوض وحسم الأمر عبر وسائل الحوار وكلما طال أمد الحرب كلما تهددت البلاد ليس داخليا فقط ليس الحرب الأهلية التي ستبدو غريبة ليس بعيدة من الزمان ولكن ربما إذا امتدت الحرب إلى حرب أهلية تمددت إلى حرب أهلية المجتمع الدولي لن يغفك المكتوف الأيدي وبالتالي يعيد السودان إلى ما قبل استغلاله هل ترى هذه الإمكانية واردة في هذه المرحلة على الأقل أستاذ محمد مسألة توسع نطاق هذه الحرب ربما لتشمل أطراف أخرى سواء داخلية سواء خارجية يعني بمعنى آخر يتسع نطاق هذا الصراع ليصبح أشبه بالحرب الأهلية هل هذا احتمال وارد من وجهة نظري منذ اليوم الأول لاندلاح هذه الحرب هذا الاحتمال وارد لأنه ما أن تكون هناك حرب بمدن في كل يوم جديد يكون هناك عدد أكبر من الضحايا عدد أكبر من المضارين عدد أكبر من المتأثرين بالحرب تأثير مباشر وغير مباشر وهذا يخلق أحقاد والأحقاد عندما تتراكم وتتوالد تؤدي في نهاية المطاف إلى انفجار هذا أمر طبيعي ومتوقع هؤلاء بشر عندما يعيشونا اليوم السابع نحن اليوم في اليوم السابع ومقبلين على اليوم السامن يعني يوميا إطلاق نار وضحايا وموتى وجرحة ومرضى عاجزون عن العلاج وأسر بعد يومين أو ثلاثة إذا استمر الحال هكذا ستكون غير غادر على توفير الطعام وميها الشرب والعلاج بكل تأكيد أن مثل هذه الأمر ستقود إلى الانفجار إذا غادت إلى الانفجار لديك في السودان أكثر من 500 قبيلة وعراغ مختلفة ومتعقدة إذا استمرت بهذه الطريقة بحرب المدن بهذه الطريقة العشوائية وبهذه الطريقة التي لم يكن فيها أي مراعاة أو حساسية تجاه الإنسان والآن اليوم ما زالت الجسس منتشرة في شوارع الخرطوم اليوم الثاني للهدنة الجسس منتشرة الخرطوم متكدسة بالنفايات وهذا سيؤدي إلى كارثة بيئية على المدى الغصير والمتوسط والطويل كل هذه الأمور ستفضي في نهاية المطاف إذا لم يكن هناك حل أو وقف الإطلاق النار يعقبه جلوس إلى طاولة التفاوض سنتحدث عن طاولة التفاوض بعد قليل لأنه التفاوض على ماذا يتساءل بعض أستاذ محمد ولكن دعني أنتقل للدكتور أحمد ليسأل عن هذا السيناريو الكارثي بين قوسين مسألة اتساع نطاق هذا الصراع ربما ليشمل أطراف أخرى واضح دكتور أحمد أن الجهود المفذولة حاليا سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية يعني لم تثمر عن أي شيء العمليات العسكرية مستمرة ولا يبدو أن هناك أي حسم قريبا على الأقل مما نراقبه بشكل يوم الآن دخلة الأسبوع الثاني المسألة هل مسألة توسيع الصراع سيناريو وارد مطروح في الفترة القادمة؟ لعلي أضيف على ما تفضل به الدكتور محمد من سويسرا بخصوص من ينتصر دائما الجوش حتى ولو كانت كبيرة استاذ مهند عندما تكون الحرب مفتوحة وأمامها مساحات شاسعة لتحرك المعدات الثقيلة والدبابات والمدفعية وغطاء طيران يكون هناك إنجاز لكنها تضعف هذه الجوش وقد تنهزم عندما تدخل إلى المدن ورأينا أن لدينا أمثلة في كوبا أو في فيتنام أو في مثل ما تفضل الزمير في إيرلندا وهذه هي الإشكالية التي ربما تطيل من أمد الصراع في السودان وهي التي أيضا تسببت في عملية الإجلاء للرعاية السؤال الكريم عن الجهود الجهود الحقيقة لازالت الآن متواضعة هذا على مستوى الدولي أما على مستوى العربي السعودية خاطبت وعن طريق وزير الخارجية طرفي النزاع في اتصالات في وزير الخارجية كذلك من الشقيقة دولة الإمارات المناشدات مستمرة دكتور رحمد المناشدات لم تتوقف سواء على مستوى الحكومات مستوى الجامعة العربية إلى آخره ولكن نحن نتحدث عن وجود شيء واضح وملموس مبادرة معينة خطة معينة لوقف هذا الصراع لا أعتقد أنه سيكون هناك لأن الحقيقة ولعلنا نوسع الدائرة النظر في الموضوع عن كونه حربا بين جيشا وأيضا قطاعا آخر هو الدعم السريع الموضوع هو أكبر من هذا من وجهة نظري الشخصية هو حرب نفوذ هو حرب مصالة قد أوسع هذا النطاق إلى أن أقول هو مصالح نفوذ دولية ولذلك استمعنا إلى كثيرا من الأصوات بعدم التدخل أو بعدم دعم فريق ضد آخر وفرض عقوبات على من يدعم وهذا كأنهم يريدون أن ينتظروا إلى من سترجح الكفة في صالح من الدعم السريع ربما يكون له مناصرين أيضا الجيش له مناصرين وبالتالي كأننا أمام الصراع ننتظر من سيفوز ثم بعد ذلك تتضح معالم من سيدعم هذا على المستوى الدولي على المستوى الأرض نتمنى أنه لا تدخل أي قوات خصوصا إذا كان هناك علاقة ما بين السيد دوغلو وأثيوبية نتمنى أن لا تدخل أيضا قوات من أثيوبية نتمنى أن لا تدخل أو تدفق المقاتلين الذين هم جاهزون في ليبيا من أيام الصراع وهم مسلحون ولمن يدفع من يملك المال يستطيع أن يجلب المئات والألاف من هؤلاء وكذلك من أريتيريا من أفريقيا الوسطى من تشاد ما هو الذي يخيف فعلا أن تدفق هذه القوات ثم يتفرق دم السودانيين بين هذه القوات ونصبح أمام صراع يصبح الصراع الليبي أو أي صراع آخر أمامه نزهة مثل ما تفضل الزميل ستدخل القبيلة سيدخل المناطقية ستدخل أيضا الطوائف الأخرى من جهات أخرى أيضا سيثور الشعب السوداني الذي بدأ يجوع الآن لذلك إذا لم يتم إخماد وإيقاف هذا الرصاص خلال هذه الأيام فالسودان مقبل على مرحلة صعبة جدا كان هناك فرصة أمام السودانيين مرتين وكانوا على وشك التوقيع على اتفاق مع المكون الإطاري وكنا نستبشأ خيرا أنه ستنجح هذه الخطة وتوقف هذا التوقيع المرة الأولى ثم توقف المرة الثانية وكان هناك أياد خفية لا تريد للسودان أن ينحو هذا المنحة وكأنها تريد إطلاق هذه الشرارة رأينا عملية الذهاب سريعا إلى قاعدة مروي لماذا؟ وأيضا الذهاب إلى القواعد الطيران للسيطرة عليها مسبقا هذه الحقيقة علامات استفهام كثيرة وهذه التي تثير عندي أنا كمراقب ومحلل الخوف الكثير من أنه يراد للشرق الأوسط لا يشعر بالأمان الزخم الأمني الذي تم من خلال توقيع من بكين وعودة سوريا إلى محيطها العربي وهذا النفس السلمي الذي يصنعه العرب هل جاء من الخارج من لا يريد أن يكون هناك عالما عربيا وشرق أوسطا آمنا وأن قدرنا في الشرق الأوسط وفي العالم العربي أن نبقى دائما في حالة حرب هذه الحقيقة أسئلة كثيرة الأيام القادمة ستكشف عن الكثير من الإجابات أسئلة مهمة لا شك دكتور أحمد دكتور الرشيد مسألة الحل التفاوضي أو ما يطرح عن ضرورة إيجاد حل تفاوضي الجلوس إلى مائدة الحوار وكل هذه الكليشيهات التي سمعناها في الأيام القليلة الماضية هل هناك بالفعل حل تفاوضي بين الطرفين المتصارعين اليوم هل يمكن التفاوض على ماذا التفاوض أصلا نعم هذا هو ربما التساؤل الذي طرحه حمدتي يعني هو يفتكر أن هناك انقلاب فعلى ماذا التفاوض كل المؤشرات كل الوغاية على الأرض تقول أن التفاوض ليس غريبا وذلك من واقع إسرار كل طرف ويبدو أن كل طرف الآن لديه قدرة على المقاومة ولديه قدرة على التحرك هناك ربما توقعات وآمال بالنسبة لقوات الدعم السريع بأن تتلقى دعما خاريين ربما هي لم تيأس من ذلك ربما تعول هناك تركيز من قوات الدعم السريع على نداءات موجهة لمجتمع الدولي ورجاءات أيضا هي تبغى حاضرة في المعادلة والمشهد السياسي أتوقع أن تصبر أو أن تعمل على تدويل هذه المسألة والحصول ربما على بعض المساندة من المجتمع الدولي غطعا التفاوض بالنسبة للطرفين ماذا يعني هذه أيضا قضية قد تواجه الطرفين هل يعني أن يدمج الدعم السريع في الجيش أم أنه سيقبل بالأطراف أفتكر أنه بالنسبة للجيش هو وصل مرحلة الحلول الجزرية ولذلك اقتار هذا الغرار الذي أنا أصفه بأنه غرار هو كبير بغض النظر عن اتفاق البعض واختلاف البعض حول صحته ولكن أن تقرر أن تواجه وأن تحسم المعركة غطعا هذا ليس بالغرار الذي يمكن التراجع عنه من بعد سبع أيام يعني لأننا قد نحتاج إلى وبالتالي من وجهة نظر القوات المسلحة يعني لا يوجد حل تفاوض مع هذه المجموعة التي يصفها بالمتمردة يعني الهدف هو إنهاء هذه المجموعة هكذا يفهم الوضع ما رأيك دكتور؟ نعم هذا هي الحقيقة وهذا ما صرح به الفريق والبرهان بأنه لا تفاوض مع غوات الدعم السريع وهناك أيضا حديث عن أنه ورجاءات أنه رد على كل الرؤساء والذين اتصلوا عليه بأنكم ماذا ستفعلون إذا ما تمردت فصيلة أو غوات تدبع لجيوشكم الوطنية هل ستغاتلون أم تستسلمون أم غيره يعني هذه أيضا من الردود التي قد توضح وتعيننا في تفسير وتصور مآلات هذه القضية أيضا لو سمحت لي استجابة لطلب دكتور أحمد بأن نوسع النظر أيضا ربما البيئة الدولية والتغييرات التي تحصل فيها أيضا قد يوضع الجيش حسابات لذلك يعني إمكانية التوجه إلى فرض العقوبات تصبح ضعيفة في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية الآن هناك توجهات للسلام في ليبيا في سوريا في اليمن في أسيوبيا حتى في المحيط العربي بين السعودية وإيران فغالبا لن تكون الأداء الدبلوماسية العقابية وسيلة من وسائل فض النزاعات كما أن هناك التقاء استراتيجيا يعني كما ذكر دكتور أحمد بين مصالح بعض الدول أمريكا لا ترغب في الدعم السريع وهي مع الجيش الواحد ولها تحفظات من علاقات حميتي بفاغنر وروسيا وأنه يستخدم هذه العلاقة لتمويل الحرب في أوكرانيا كل ذلك ربما أيضا يعني يفسر ويجعلنا نغرأ يعني مآلات الوضع بصورة أكبر أستاذ محمد ما رأيك في هذه النقطة مسألة إمكانية أن نشهد تدخلا خارجيا أكبر وأيضا أريد أن أسمع تعليقك على مسألة الحل التفاوضي هل هناك أي مجال للحديث عن حل تفاوضي هل يمكن للطرفين أن يقبلا بمثل هذا الحل ويجلسها بالفعل إلى طاولة المفاوضات هو حديث القائد الإنقلاب البرهاني اليوم عن لا تفاوض يعني حديثه عن نقل على الجلوس يفارق حديثه قبل يومين عن لا تفاوض مع الدعم السريع وحديث الدكتور رشيد فسر هذا التصريح بأنه دعوة للسودانيين للمجتمع السوداني وليس تحديدا لقوات الدعم السريع يعني فهمت 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 نعم ولكن أعتقد أن هذا النوع من الحديث هي حديث لرفع الصغوف من الممكن أن يجلس قائد الإنقلاب مع قائد مليشيا الدعم السريع وهناك تجربة غريبة جدا حدثت لجارة السودان وهي أسيوبيا جفهة تجري كانت من ضمن المجموعات التي هزمت من قسطها إلى مريام وكانت هي الجفهة الحاكمة على مدى عشرين عاما في عهد ملي الزناوي كانت هي الحاكمة لأسيوبيا الرئيس الوزراء الراحل ملي الزناوي وتمردت على الحكومة المركزية واستولت على مناطق في منطقة التجري ولكن في نهاية المطاف اضطرر الطرفان للدخول إلى تفاوض الحديث عن أن جزء من الجيش يتمرد ثم بعد ذلك يصعب أن يتم التفاوض حوله وهذا الحديث غير صحيح هناك شواهد كثيرة وهذا ما حدث في أسيوبيا أكبر دليل على أنه من الممكن جلس التفاوض إذا توفرت الإرادة ستتوفر الإرادة التي سوى بسيط جدا الآن الغواتين في حالة إنهاك الشاهد وفقا للمعطيات التي دارت خلال الأسبوع الماضي أو خلال الأسبوع الحرب الأول أن للغوات المسلحة ولا الدعم السريح كانوا مستعدين لحرب مدن وأن الضحايا والخسائر كانت كبيرة جدا جدا بالإضافة أن الخسائر وسطهما كانت كبيرة جدا جدا بالإضافة إلى الضغط الدولي بالإضافة إلى الآثار الكارثية لحرب المدن من المتوقع أن سيظل الحل التفاوضي واحد من الخيارات ولكن كما ذكرت لك أن تكوين الشخصيتين غايد الإنقلاب ونائبه غايد بليشة الدعم السريع تركيبة الشخصيتين وخبرتهم قد تجعلهم يقابلان إلى أطول فترة ممكنة ولكن في نهاية المطاف في ظل المعطيات الراهنة لا سبيل لهما سوى الجلوس للتفاوض على كل حال أيام صعبة لا شك أمامنا في السودان شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الأصباط المتحدث السابق نسم تجمع المهنيين السودانيين كان معنا من فاريس أشكر ضيفنا من الخرطوم الدكتور الرشيد محمد إبراهيم الخبير السياسي والاستراتيجي وأشكر ضيفنا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الباحث السياسي والاستراتيجي شكرا لكم جميعا